المشاهدين أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع كاترينا فوتوفات المسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون المرأة العالمية أهلا بك سيدة كاترينا شكرا على استضافتي حدثينا في البداية عما يتضمنه جدول زيارتك إلى الإمارات العربية المتحدة القمة العالمية للمرأة هي فرصة لنتشارك الأفكار والممارسات الفضلة ولنتعلم من دول أخرى ومن القطاع الخاص حول العمل الذي يقومون به لدينا وفود كبرى من دول كثيرة ما يسمح للنساء بالتعلم من بعضهن البعض والحصول على الإرشاد والتشبيك وخلق فرص ليكون لدينا تعاون وشركات عابرة للحدود يشرفنا أن نكون هنا في الإمارات حيث اتخذت العديد من المقاربات الجديدة والمبتكرة في مجالات مهمة منها الفضاء وهذه فرصة لنبحث بعمق مسألة تنمية الاقتصاد العالمي مع الحرص على شمل النساء والفتيات في تقييمكم ما هي أكبر التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة والعالم؟ منذ بداية الجائحة حصلت حول العالم هجرة جماعية للنساء من القوة العاملة ومن الاقتصاد لذا الحرص على تمكينهن ومنحهن الأدوات اللازمة للعودة إلى جهود المشاركة في الاقتصاد التي نبذلها منذ عقود هو أحد أهم التحديات وبالنظر إلى الجهود المتغيرة بسرعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا فإن الحرص على تمتع النساء بالمهارات اللازمة وإطفاء هذا التنوع على مجال التكنولوجيا وغيره من المجالات المهمة التي تنمو بسرعة كبيرة هو أمر مفيد للجميع للشركات والدول والمجتمعات والعائلات يجب الحرص على أن نشمل هذه الأصوات ونصغي إليها وندمجها في هذه النظم تشاركين هنا في دبي في فعاليات القمة العالمية للمرأة حيث يجتمع المندوبون من عديد الدول تحت شعار المرأة قيادة مناخ جديد من التغيير ما هي أهم الانشغالات المطروحة في هذه القمة؟ في مجال التغيير المناخي تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالأزمة المناخية وتشكل النساء 90% من قطاع الزراعة المحلية هن يطعمن عائلاتهن ومجتمعاتهن ونريد أن نضمن أن المشاكل التي تواجههن بشكل مباشر لأنهن يتأثرن بشكل مباشر بالتغيير المناخي سواء النساء العاملات في مجالات تعتمد على المياه أو المجالات التي تأثر بالحر نريد أن نضمن شملهن بالجهود الرامية إلى تحديد الحاجات لمعالجة هذه المشاكل نريد أن نضمن منحهن الأدوات مثل التدريب ونحرص على النظر في مقاربات مبتكرة وعلى أن تكون النساء جزءا من التغيير القادم وجزءا من الحل إذن لن نقول شيئا عنهن بدونهن نعلم أن أي تطبيق للبرامج أو الجهود لن يكون ناجحا إذا أقصينا 50% من السكان لا يمكن مخاطبة نصف المجتمع فحسب يجب دمج الجميع في المجتمع وما الذي يمكن فعله لتحقيق ما يوصف بالعدالة الاقتصادية من أجل النساء؟ هذا سؤال رائع ولهذا السبب نحن هنا نحرص على العمل مع القطاع العام والحكومات والمجتمعات المدنية لنصغي إلى ما نحتاج إليه بشكل مفصل لنحدد التحديات التي نواجهها وما الأسليب الجديدة والمبتكرة لمعالجتها إذن لتحريك العجلة نحتاج إلى الجميع إليكم إلى المجتمع نحتاج مشاركة الجميع للحرص على أننا نرتقي بالجميع في الآن نفسه وبالتالي يكون لدينا مساواة بين الجميع وهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي نعلم عن تقرير مكنزي الذي أورد أنه في حال تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الاقتصاد سيزداد إجمالي الناتج المحلي حول العالم بقيمة 28 تريليون دولار هذا يصب في مصلحة الجميع بدون شك إذ هناك أدلة وبيانات على ذلك والشركات تفهم هذا الأمر ونريد أن نحرص على بذل هذه الجهود لنكون فعالين وناجحين في أفغانستان النساء والفتيات يواجهنا قيود وقمع وحرمان من حقوق في التعليم والدراسة وحتى في العمل كيف يمكن لهذه التجمعات النسائية على المستوى العالمي دعم المرأة في أفغانستان؟ نريد أن نؤكد أننا لم ننسى نساء أفغانستان وفتياتها حرمانهن من حقوقهن ومكتسباتهن وحرمانهن من التمثيل في الاقتصاد وحرمانهن من الوصول إلى التعليم هذا يؤذي دولتهن بالكامل حركة طالبان لم تخدم أفغانستان بالقيام بذلك وما يمكننا فعله هو الحرص على أن تكون أصواتهن مسموعة وأنهن لسنا منسيات وأن نعلمهن ونعلم حركة طالبان أن هذا الأمر غير مقبول وأنه يجب أن تعاد إليهن جميع حقوقهن ومكتسباتهن وفي إيران ما هو شكل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمرأة في إيران؟ لأكون صادقة تماما أنا أمريكية من أصول إيرانية ولدت في إيران لذا هذه مسألة مهمة لي أحد الطرق التي نحرص بها على دعم النساء الإيرانيات هي أن نشدد على أن تكون أصواتهن مسموعة وأن نشير إلى محنة النساء الإيرانيات في جميع محادثاتنا على كافة المستويات وفي كل المؤسسات المتعددة الأطراف مثل أمم المتحدة وأن نحرص على أن يفهم الجميع أنه يجب احترام حقوقهن ومكتسباتهن كاترينا فوتوفات المسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية وفي مكتب شؤون المرأة العالمية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا ويجب أن أقول أن اهتمام الصحفيين بمسائل النساء والمساواة بين الجنسين يحدث فارقا كبيرا لذا شكرا على وقتك شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا